احترعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك لأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسة وسباقات القدرة ينطلق عند الساعة السادسة من صباح غادر السبت سباق افتتاح الموسم للقدرة للعموم لمسافة 120 كيلو متر وسباقات التأهيلية الدولية والمحلية لمسافة 40 و 80 كيلو متر والذي من المؤمل أن يشارك فيه نخبة من فرسان المملكة يمثلون مختلف الاستبلات المحلية في المملكة ويعتبر سباق افتتاح الموسم أولى مسابقات الاتحاد الملكي للفروسة وسباقات القدرة والتي اعتمدها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسة وسباقات القدرة وسمو الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وكان سموه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد شهد إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في سباق الأول في موسم القدرة حيث أكد سموه على ضرورة إنجاح الموسم الحالي وتوفير مختلف أشكال الدعم والمساندة للفرسان من أجل إبراز الصورة المشرفة عن رياضة القدرة البحرينية والمحافظة على الإنجازات الكبيرة التي حققها الفرسان في الموسم الماضي مشيرين سموه بالإجراءات التنظيمية التي رافقت فعاليات إجراء الفحص البيطري للجياد المشاركة في السباق وفي إطار المنافسات على لقب السباق حث سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي حث على تحقيق النتائج المتميزة في السباق والضفر بالمركز الأول في سباق افتتاح الموسم معتبرا أن المراحل السباق فرصة حقيقية أمام فرسان الفريق الملكي وفرسان الاستابلات المحلية لمعرفة قدرات جيادهم في هذا الموسم إضافة إلى تأكيد جدارتهم بتعزيز الإنجازات التي تحققت للفريق في المشاركات الماضية وأبدى شمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ثقته الكاملة في أعضاء الفريق الملكي الذين سيشاركون في السباق وذلك عطفا على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكونها والخبرة الواسعة التي اكتسبوها جراء المشاركة في مختلف البطولات والأحداث الرياضية مشيرا إلى أن الفريق الملكي دائما ما يكون رقما صعبا في البطولات والسباقات التي يخوضها وسيكون في هذا السباق حاضرا وبقوة من أجل تحقيق المراكز المتقدمة وأشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بفرسان الاستابلات المحلية الذين بذلوا جهودا كبيرة في تجهيز جيادهم للموسم الحالي والاستعانة ببعض الاستابلات بجياد من خارج البحرين الأمر الذي يؤكد جدية الاستابلات في المشاركة الواضحة لتطوير الموسم المحلي ورياضة القدرة في المملكة